كنت أتمنى بالقطع أن يكون في تسجيل آخر مع محامي الكابتن عدل القيعي وهو الأستاذ الشام عبد الربو لكن هم بنحضروا و هنزيعوا بعد شوية قالت دلوقتي محمد أنا خايف أنهم يكونوا سجلوا بالفعل و هنسجلوا بالفعل و هنزيعوا بعد شوية لكن خليني الأحياء وأكد أنا زيعت اللقطات دي ليه ما كنا نحب أبدا يبقى فيه قضايا في الوسط الرياضي حقيقة الأمر يعني إذا كان هناك شكوى ما من أن الكابتن مثلا مصطفى اتكلم في حق الكابتن عدلي أو الآخر أكيد كابتن عدلي من حقه أن يدافع عن نفسه كنت أتصور أن يكون ده عبر الأثير يعني زي ما بنقول في الصحافة حق الرد يجب أيضا يكون على الشاشة حق الرد يعني لا نلجأ دي وجهة نظر بالنسبة لي نحن كريضين تحديدا يعني البلد مليانة قضايا لكن بالنسبة للجزء الرياضي كنا نتمنى ومازلنا الحقيقة أن يكون أي أمر من الأمور عبر الشاشة اللي هي أثارت الموضوع يعني كابتن مصطفى تحدث في حق الكابتن عدلي في أمر ما أو تحدث بخصوص صفقة ما أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا أوكي ولديه من المستندات الدل على هذا الأمر وده مهم جدا الجزء الثاني ده يبقى الحل على طول الكابتن عدلي بيشرف في برنامج الكابتن مصطفى وبيرد على هذا الأمر على الهواء مباشرة أمام الملايين نتمنى أن ده يبقى عرفنا اللي جاي يعني عرفنا اللي جاي لا أحد يتحرج أنه هو يرد وكمان مش من حق الأثار قضية أنه ما يسمحش للطرف الآخر أنه ما يرد في برنامجه لأنه يرد في برنامج غيره هيبتدي ده يقوله ده يقوله يرده على بعض لا مش حلو ده لكن جميل أنا نهارده أثرت قضية ما في برنامجي تجاه شخص ما وعمري ما هأثرها أنا شخصيا إلا إذا كان عندي دليل دامغ على إلا أنا بقوله إذا أثرت هذا الأمر تجاه شخص ما هذا الشخص يتصل على طول بالبرنامج ويجي ينور هنا ويبدي وجه التنظر ودفوعه في برنامجي أمام الملايين وفي النهاية يبقى الحكم للمشاهد نتمنى يا رب يكون ده عرفنا الفترة القادمة بإذن الله ونتمنى أيضا أن المشكلة اللي ما بين الكابتن مصطفى والكابتن عدل القياة الاتنين يعتبروا من رموز النادي الأهل الحقيقة نتمنى أن الأمر ينتهي بسرعة بحوار ما بينهم هما الاتنين شخصيا بسرعة جدا ولماني أن كابتن مصطفى يعزم أو يستضيف كابتن عدل القياة في برنامجه الجميل ويتحدث معه على الهواء مباشرة ويتجادلان ويتعاكزان أمام الجماهير وجماهير تستمتع بحوار راقي من شخصيتين كبيرتين هاتلي بالوستاذ الشامع عبدالرب وردى لي هاتولي